السلام عليكم فيديو جديد الى انتعمل الناس اللي عندهم بيجي في الفئة المتوسطة العليا ولا كيفكروا ياخدوا تليفون في الفئة المتوسطة العليا اندرويد فعندي لك واحد اختيار اللي كيبقى من افضل اختيارات تقدر تاخده حاليا في 2024 واللي هو الايفون 13 الايفون 13 كيبقى تليفون اللي مميز في هاد الفئة السعرية واللي غدي نشارك معاكم جربة ديالتيلي في 2024 نشارك معاكم الاداء الكاميرا والبطارية اللي مهمة بزاف اول حاجة ما تنساش تدير لايك الفيديو ولا ما زال ما مشتشارك شاكو على الجرس باش ما تصل بالجديد ونبدأ لكم بالديزاين ديال الايفون 13 نورمال واللي كيبقى تحفى بكل صراحة ديزاين ديالو تحفى اه 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 ايطار من الاليمنيوم تليفون ما كبيرش بزاف وما صغيرش تليفون فاش كتشدو في ديك تحسب ليش هات تليفون بروميام تليفون اللي مخدم مزيان اللي مصروف اللي على الديزاين وعلى مواد الصنع تليفون المهم ديزاين ديالو وعد باش ما نطولش عليك اللي كرون او الشاشة في تليفون كتجينا بالنوتش كيما كتشوفوا هو اسوأ حاجة ما زالة في الايفون بكل صراحة هو هاد النوتش هادا ولكن معلناش المميزات اللي في هاد الايفون هادا او للقيمة اللي كيقدم بعد يتخليك انك تغمض عينك على النوتش الشاشة اللي كيجينا بها الايفون 13 نورمال سيبر ريتانا اكس دي ار اوليد كتدعم اتش دي ارتين كتدعم ديالبي فيجين السطوع ديالها كيوصر حتى الالف ومئتي النت سطوع ديالها ممتاز تحت الشمش ولكن طبعا الشاشة كيجينا فقط معدل تحديد ستين هردز واللي بالنسبة ليه ماشي عيب في هذا الايفون هذا لانه صوفتوير ديال ابل صوفتوير ليساليس وخفيف وسريع يعني لما مول في ايفون مئة وعشرين هردز ما غادش ترد البل اللي كرنواش ستين ولا تسعين هردز اللي جاي من حاتف اندرويد وبالنسبة للصوت يلا كنت جاي من تليفون اندرويد في ام توسطة او لا في ام توسطة عليا او لا في ام اقتصادية فالجربة ديال الصوت هنا في الايفون 13 مختلفة تماما الصوت اللي فيه صوت اللي ممتاز صوت اللي راهيب منطبيل الحل كيدي عم سماعة استيريو عسب للك ل Davidson استماع من الايفون 13 نورمال تبقى جرية استماع اللي ممتازة بناسبة المستشعرات ان الايفون 13 suspected لا مستشعر البسمة ميت الى هالنس اللي معمرون ام خدمو بايفون الايفونات الاخرية ما هيكون شفيه مستشعر ديال البسمة فايس اي دي متواجع اندرويد باكية والاداء ديالي سريع ووواد اداء الوالم ممتاز واعمله كتر من البسمة で الو mine من الخاص faktiskt اجلب ديالي نرشح لكم miseric SCOTT هذا او للآيفون تلتاش نورمال كافضل هاتف ولا من افضل هواتف اللي قدر تاخد في الفئة السعرية اه خمسالاف تل خمسالاف وخمسمائة درهم هو السوفت وير والتحديثات بما ان هذا الآيفون هدا يلا داروا في سوق تقريبا واحد العامين فما زال عندك واحد ثلاثة سنين تقريبا ديال التحديثات غد تحصل فيها على هذا الآيفون هذا اولا اكتر يعني ما زال غد تحصل على لايوس تمنتاش وغد حصلت على لايوس تسعتاش فهذا التليفون هدا وربما حتى لايوس عشرين الى بقينا في الحياة المهم ما عندكش مشكل في الميزاجورات غد تخدم واحد سنين ولا اربع سنين بهذا التليفون هدا ما عندكش مشكل مع التحديثات بالنسبة الاخر تحديث كاين دابا الحد اللحظة اللي كان نسجل فيها على الفيديو هو السبع تاشف فاصيلة ثلاثة فاصيلة واحد وكي ما قلت لكم صوفت وير اولا نظام لايوس كيبقى نظام اللي ممتاز خصوصا مع مع معالج اللي ممتاز اللي فهذا التليفون هدا ولي هو الابل بايونيك اي فيفتي اللي كيجيبي ماريات سنة خمسة نانو متر معالج اللي مخير فهذا الفيئة السعرية غي اعطيك اداء اللي مخير لكن تبغي تلعب اللعاب على التليفون غير لعبك يعني بطريقة اللي ممتازة غتستمتع عندك تلعب بوب جي او رفلي فاير او لعب كالالعاب اللي مطفرين على الاب ستور غدي تلعبهم بشكل ممتاز على الايفون تلتاش نورمال وحتى اللي كنت ما مهتمش بالالعاب اللي لاستخدام دي اليوتيوب سوشيال ميديا تطبيقات المونتاج فبخلاصة الاداء في الايفون تلتاشا كيبقى اداء اللي ممتاز نسبة لساعة دي للبطارية في الايفون تلتاشا نورمال كيجي تقريبا بتلتالاف ومئتين وشي حاجة تلتالاف ومئتين وعشرين ميلي اومبير تقريبا حجم اللي غدي يجيك يعني غريبي لهم اللي في هاتف اندرويد بساعة دي الخمسة الاف ميلي اومبير والكانرة الصوفتوير ديال ابل والمعالج اللي كان في تليفون كيعرف كيف يتعامل مع الحجم البطارية ويعطيك اداء ممتاز في البطارية لك الاستخدام ديالك ما توسط فالتليفون غيكمل معك النهار بشكل اللي موريح ولك الاستخدام ديالك خفيف بزاف لما كتستخدمش تليفون بزاف فيقدر يبقى معك سالة نهار ونص بالنسبة لشحن السريع الايفون 15 كاسي بورتي شحن السريع الى 15 وات اتشار معك تقريبا 50% او نص ساعة ومطابع لحال 50% الاخراء بالضبط 20% الاخراء كيتعطل فيها شوية ومطابع لحال الايفون 13 كاسي بورتي شحن اللي اسيلكي او لا الويرلس شار اللي عندك الويرلس شار او لكتستخدم الويرلس شار في الطنوبيل ولا شي حاجة وحتى هو فيه شحن سريع 15 وات ومالخصائص جيدة لحال الايفون هو انه ضد الماء او الغبار كيتفر المعيار اي بي 68 ضد الماء او الغبار تقدر تبط بيه 36 متر وتحت الماء او الاقل لمدة ديه للساعة وبنسبة لأكتر حاجة غادي تعجبك في الايفون 13 نورمال والي هي الكاميرا وخصوصا تجربة لتصوير الفيديو إلا كنتم اللي فواجه في اندرويد غادي تصدم بالنتائج اللي غادي تطلع بهذا التليفون هذا في تصوير الفيديو حتى تصويرهم طبيعي الحال تصوير اللي تصويرت بالايفون 13 نورمال انا كان عارضهم للكم دابة كيبخوا تصوير اللي ممتازين بلا ما نكتر عليكم تصوير اللي فيهم الوان مخيرين الوان قرب الحقيقة يعني الوان واقعية كتر HDR فيهم ممتاز من طبيعي الحال الهاتف كتوفر بجوج ديه العدسات العدسة الاساسية بضلقة ديه 12 ميجا بيكسل وعدسة ثانية التروايد حتى ديه 12 ميجا بيكسل والهاتف كتوفر على OIS انا كان عارض للكم دابة فيديو صورته بعد لايفون هذا يوهو هذا فيديو في الشجرة المباركة كيفية العادة لايفون 13 فيجو 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 رامس طابيلي زي مزياد عندك اطهار طح عندك اولجي عايسي طهق سوفوا ارغان كيفاش كيفان تفاصيل في الفيديو في تفاصيل تبارك الله يوهو المهم نسوش تعطوني الرأي ديالكم نسبة الكاميرا السيلفية هناك تجنب دقة 12 ميجا بيكسل هناك تصور الواعرين تصور الواقعيين كثيرا الوان فيهم واقعيين اتش دي ار فيها ممتاز البرتري فيها ممتازة كان عارض للكم تصور اللي صورت بالسيلفي نسوش تعطوني الرأي ديالكم فيهم وننزل الفيديو حتى هناك تصور فيديو لحد الفور كي مع ستيني انتر في جانية نخليكم مع جريبة ديال الفيديو بالكاميرا السيلفي ناس ديالسطوريات اللي بغي ديالسطوريات للآيفون تصور كي ما قلت لكم جودة في الفيديو مزيانة الخيرة بزيح الصوت اللي كيتسجل او اللي كيتركوردا من تليفون تاوره ممتاز كي ما كيتسمعوا و هذا ماكي و اخيرا تامن ديالتليفون 428 حاجة نقية ايطا فوق 90 قدي تقدر تاخده 5500 درهم 5400 درهم بحالك بالنسبة لي تامن ديالو حاليا تامن اللي زوين بالمقارنة مع قبل واحد شهرين او تلت شهر عن قسف التامن و كناصيحة الناس اللي عندهم بيجي ديال 5500 درهم بحالك كتفكر تاخد اندرويد في امت وسط عليا فانا بالنسبة لي كيبقى هذا اختيار افضل بكثير من تليفونات للفئة المتوسطة العليا عند الرويد عندما كين في هذا الفيديو اتمنى تكون مستعبتم منه اتلقى في فيديو اخرى ان شاء الله في امان الله